مدبولي يوجه بخطة متكملة لزيادة زراعات الذرة وفول السوية لتوفير الأعلاف عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف توفر الأعلاف ووضح خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف للاستفادة به وقت الأزمات في إحداث توازن الأسواق وأشعر رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمضبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف تلبية للإحتياجات والمتطلبات لافتا إلى ما يتم بدله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص في كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك مؤكدا ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمر ليكون لدينا قدرة على إحداث توازن في الأسواق حالة حدوث أي أزم عايزين نعرف إيه الترابط ما بين الحاكرين يعني توفر الأعلاف والأزمات اللي بتحصل في السوق إيه العلاقة ما بينهم ونتكلم عن جهود الدولة في توفير الأعلاف طيب أنا يعني في وزارة الزراعة تحديدا وهي مرتبطة كمان بوزارة الراي لأن الوزارتين لازم يكملوا بعضهم في الإنتاج الزراعي لكن وزارة الزراعة دورها أهم جدا في إحداث التوازنات في الزراعات وإحتياجات السوق المحلي المجهود اللي بتبذله الوزارة بشكل كامل الوزارة نفسها يعني بشكل كامل ده مجهود عظيم جدا وكلنا كشعب بنلمس ده وبنقدره لكن إحنا محتاجين في الفترة الجاية زيادة أكبر من الأراضي المزروعة واستصلاح أراضي جديدة كمان لأن احنا شفنا بعض المواطنين أهضروا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة جدا بالبناء على الأراضي الزراعية وده أهضر علينا مساحات كبيرة جدا خلت الإنتاج الزراعي عندنا يقل لكن محتاجين زيادة المساحات المزروعة في الفترة الجاية واستصلاح الزراعات الجديدة لو ربطنا السوق بين الأعلاف صناعة الأعلاف فهي صناعة قائمة بحد ذاتها وصناعة فيها استصمارات ضخمة جدا لكن احنا هي كمان بتغذي سوق المواشي سوق الدواجن لأن ده مهم جدا للشعب المصري أن توفر اللحوم توفر الأسماك توفر الدواجن ده مهم جدا للشعب المصري هل ده جاي من ناحية أنه الأسعار دلوقتي عالية شوية عن اللي احنا متعودين عليه أنه بالفترة قريبة جدا كان كيلو اللحمة أكتر من 400 جنيه كانت الدواجن بعض أسعار الدواجن تخطط المائة وخمسين والمائتين جنيه وده طبعا كان برضو على سوق الأسماك فهل هذا التوفير في الأعلاف أو أن احنا نوفر أعلاف بشكل كبير هل هيؤثر على توفر كميات مناسبة وبالتالي أن الأسعار تقل؟ أنا مع حضرتك جدا في الكلام اللي حديك قلتيه لكن كمان عندنا نقطة مهمة جدا أن فترة من الفترات كان استراد الأعلاف بيستهلك كم كبير جدا من العملة الصعبة وإحنا محتاجين العملة الصعبة إحنا محتاجين أن سوق الأعلاف يكون سوق محلي بشكل أكبر يعني ويكون الإنتاج المحلي بيغطي احتياجات السوق الفكرة التانية كمان أن التجار كمان لازم والمستثمرين يسعوا أنهم يشتغلوا في تصنيع الأعلاف لأن ده هيخدم السوق وهيقلل الأسعار زي ما احنا شفنا كلنا كل البيوت عانت من ارتفاع الأسعار في الفترة اللي فاتت وشفنا جشع التجار أو بعض التجار تحديدا أدى إلى ارتفاع بعض السرع بشكل مبالغ فيه تماما لكن الفكرة في حد ذاتها أن الدولة تهتم بسوق الأعلاف هي فكرة جيدة تماما وبمقدرها وأتمنى كمان أن رجال الأعمال يكونوا في نفس المستوى ويمدوا قديهم بالخير للدولة ويشتغلوا في احتياجات السوق بشكل صحيح يعني لسه شايفين فرص استثماري زي ما حضرتك تتكلم في سوق الأعلاف أن احنا نقدر نوطن الصناعة ونقدر نخليها مثمرة أكتر على الجانب كمان الزراعي والحيواني خلي بالحضرتك أن عملية توطين الصناعة ده بيعود علينا كلنا كمصريين سواء بفرص عمل سواء بمعالجة ارتفاع الأسعار وأنها تنزل وتبقى في المستوى المواطن العادي لكن ان احنا شفنا تفراط في الأسعار بشكل سخيف جدا خلى المصريين في حالة من السخط الشديد جدا على التجار أتمنى أن التجار والمستثمرين يرجعوا نفسهم ويحاولوا توطين الصناعات ويقللوا كمان من التكلفة ترجمة نانسي قنقر